ايه اللي خلي حماس تعمل بالشكلات مانيجي نفكر فيها اولا هم اللي عملوه تمام نمر اتنين هم اللي عملوه اللي هم اسرائيل اسرائيل هي التي صنعت حماس عشان تشق الصف الفلسطيني وتجعلهم قسمين متناحرين متخاصمين فرق تسهد اذا حضرتك مؤمن ان حماس صنيع اسرائيلين طبعا في شك في هذا والهدف من هذا الهدف من الحكاية ده هي هي ان هم فرق حتى تسود والفكرة الاستعمارية بتاعت انجلترا من زمان اللي هي اهو الهند و باكستان على سبيل المثال وهكذا فاحنا ليه ما بنبحثش ايه اللي وصلنا لهذا الوضع يعني لو كنا من 20-30 سنة فاتت ابتدينا نفكر جديا في الدولتين ما كانش ده حصل على الاقل كان دولة فلسطين هتحمي اسرائيل من اي حد يخرج منها عشان تسم وتبهي المسؤولة عن وقف اي متمردين جواه طبعا صح انما هي رفض اسرائيل بالفكرة الخطيئة بتاعت التوسع ومن النيل للفرات والكلام الفرق ده كله هو اللي بيخليهم ما يفكروش وبعد كده هما فاكرين بالابادة اللي بيعملوها دي هما بينهوا القضية ده انت خلقت اذا كان لغاية النهاردة عشر تلاف شهيد انت خلقت عشر تلاف حماس بعد كده هو اللي ضع ابنه او مراته او ابوه او او هيسكتلك ده هيفضل لغاية ما يموت وبيفكر ازاي ينتقم من اللي انت عملته في ده صحيح فدي غباوة احسن يعني يعني رغم ان المبرر هو القضاء على حماس لكن هما الحقيقة بيخلقوا بيخلق حماس طبعا الشعوب لا تموت والشعوب لا تنسى يعني فلما واحد راح لغاندي يقول له عين بعين ولازم انتقم قال له عين بعين يخلقوا عالما من العميان لا يا سلام طبعا عين بعين يخلقوا عالما من العميان طبعا انت لازم انك انت يعني تفكر في الاسر تفكر ازاي انما يعني هما ده قصر نظر صح منهم اللي بيعملوه ده دلوقتي صح والنقطة اللي انا نقشتها في المقدمة هي فكرة لنفترض ان حماس تصيل مسلح جوه اسرائيل مش هيعمل كده كان تانياه هندرى بالمدن الاسرائيلية مش معقولة مش هي يعني يعني وبعين فيه نقطة مهمة جدا صد بكل اسف يعني ان كانوا مسيحيين او مسلمين او يعني سبق من اليهود دلوقتي انما خصوصا المسيحية اليهودية اللي موجودة في امريكا هم تحت فكرة خاطئة اللي هي ما جاء في العهد القديم اوكي احنا سنقبل ما جاء في العهد القديم وفي القرآن الكريم وان القبائل الاسرائيلية التي كانت موجودة في فلسطين وبعد كده الشتات الاول والشتات التاني والاخر الاول اللي هو الحروب الاشورية البابلية اللي هي بعطرتهم وبعد كده هون تيتس وبعد كده هادريان الروماني تشتتوا دول كله مفضلش غير نقدر نقول اللي هم ابناء اسرائيل الحقيقيين هم السامريين اللي موجودين في نابلس والفلاشة اللي هي موجودين في الحبش البابلين دول كلهم اللي هم موجودين في اسرائيل دلوقتي لا يا حبيب انت مش بني اسرائيل انت بني الخزر بني الخزر 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 دي مملكة نشأت وبدأت في القرن الخامس الميلادي وفضلت تكبر وتقوى هي مكانها هم اساسا من الاتراك اتراك اه اصلا وكانوا محصورين يعني هي شعوب تقدر تقول انها من وسط اسيا تجمعهم انما هم معظمهم من الترك وتجمعهم في منطقة محصورين ما بين الامبراطورية البيزنطية المسيحية اي وما بين المملكة او يعني المملكة او الامبراطورية الاسلامية تمام